بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم طلابي وطالباتي للصف العاشر نبدأ أول درس من موديول نمبر 1 الدرس الأول في الفصل الأول الآن في البداية خلينا نشوف في عندي مجموعة من هذه الامجز أو بكترز مثل هذه بكترز وفي كل بكترز لدينا سؤال في عندي تحت كل صورة عبارة عن سؤال يطرح لكن إحنا سحبنا هذه الأسئلة عشان نتفرج ونعرف كيف نشتغل مع بعض في السؤال الأول طبعا هذا السؤال إحنا سحبنا من هون من تحت هذا الشكل مثل هذا السلم الموجود عليه وإحنا بنعرف عبارة عن تخمين يعني هي عبارة عن أسئلة تخمينية إحنا بنشتغل عليها إنما إحنا بإمكاننا أن نخمن ممكن وحد يحكي له والله يعني هو ممكن يكون سلم لكن هو عبارة عن إيش منسمي اللي هو حتى إنه يحمل المياه إحنا في عنا أماكن مش موجود فيها شبكة مياه وبالتالي هم بتطروا إنهم يجيبوا المياه من أماكن بعيدة أو نائية وبالتالي بدوا يحملها بوسائل حتى تسهل علي عملية النقل فهذه عبارة عن انفنشن أو سيمبل انفنشن إختراء بسيط في المناطق النائية أو البعيدة وبالتالي ماذا تعتقد أن هذه الأشياء تستخدم حتى إنه يحمل فيها المياه طيب نروح الآن على سؤال رقم اثنين اللي هو موجود أسفل الراديو تحت هذا جهاز المذياء هل تستطيع أن تفكر في شيء أو في شيء معين في فكرة لمنتج جديد مثل هذا الشيء طبعاً هو عبارة عن منتج جديد في زمانه إنه كان في عندي راديو وبالتالي إنت بدك تفكر بشيء معين كمنتج مثل هذا المنتج فإنت بتحكي نعم هو عبارة عن منتج خدمي جديد وبالتالي بتحكي وفي التالي بتحكي المنتج كمه يعني منتج خدمي جديد أو هو عبارة عن منتج خدني أكثر من أنه منتج يستهلك ملموس أو محسوس تمام؟ يعني في السؤال الثالث الأخير عبارة عن صورة الكرة الأرضية the earth and we have lines or crossed lines يعني حطوط متقاطعة زي هيك في الدوائر فحكى لك what do you think this photo represents؟ ماذا تعتقد أن هذه الصورة تمثل؟ هذه الصورة تمثل طبعاً هو عبارة عن critical thinking تفكير ناقد لما يسألك what do you think؟ إذن مشرط أنه يكون جوابك صحيح إنما لازم يكون relevant يعني إلو علاقة بالصورة المطروحة فإنت لما بدك تجاوب بدك تبدأ ب I think أنا أعتقد okay this photo أن هذه الصورة this photo represents represents أنها تمثل communication التواصل communication communication around the world حول العالم around the world طيب إذن هذه عبارة عن إجابات مقترحة بإمكانك أنك تجاوب الإجابي أنت بتشاهده الناس لكن لازم تكون إجابي إلها علاقة بالصورة إذن هذا بالنسبة للمقدم ننتقل الآن إلى the next slide اللي هي الشريحة الأخرى الموجودة أمامي before you start قبل ما أنت تبدأ عبارة عن تايتل موجود عندي بأعلى اليسار هون في a screen a new business idea a new business idea معناها فكرة عمل جديدة كلمة new معناها جديد وبزنس معناها عمل وآيديا فكرة إذن أصبحت فكرة عمل جديدة أو مبتكرة لكن في البداية في عندي reading strategies اللي هي استراتيجيات وطرق القراءة topic sentences جمل المقدمة أو البداية إيش هي topic sentences عمل وأعرف لك إيش هي topic sentences topic sentence expresses تعبر عن the main idea الفكر الرئيسي of the paragraph للفقرة إذن topic sentence تعطين الفكر الرئيسي عن الفقرة كاملة where it is present it is usually the first sentence عالة لما تكون أول جملة in the paragraph في الفقرة it can be in the form of a statement ممكن تكون عبارة عن شكلها بشكل عبارة أو جملة عادية وممكن تكون question سؤال إذن طلب مني to read the text and think of possible questions إني أقرأ هذا النص وأفكر باقتراحات وأسئلة ممكنة that each passage would answer ممكن أن تجاوبها كل واحدة من هذه الفقرات اللي رح تيجي معنا في الأمام لكن before you begin قبل ما أنت تبدأ أشي السؤال المطروح what are your plans what are your plans plans معناها خطط فما هي الخطط اللي بتخصك for the future للمستقبل have you ever had a good idea هل سبق لك وأن خرجت بفكرة جيدة good idea for the new product لمنتج جديد or service أو خدمة جديدة يعني أنت بينك وبين نفسك قاعد بتفكر بتقول مثلا أنا بدي أشتغل شو بدي أسوي بدي أسوي إنتاج جديد حتى إني أنا تكون هاي فكرة جديدة أو خدمة جديدة بدي أطرحها حتى إني أسوقها work in pairs and compare your answers ونشتغل خلال مجموعات من اثنين وبعد ذلك بنحاول نسوى مقارنة لإجاباتنا إذن إحنا بنا نشوف what are your plans in the future طبعا هي عبارة عن أسل الموجه إليك أنت لازم تجاوبها إذا كتحكي my plans in the future are خططي في المستقبل هي عبارة عن وتكمل إذن هذا بداية الجواب الجواب my my plans in the future في المستقبل or for the future are وبدك تكتم هون الخطط تبعتك ثم بعد ذلك بدك تشوف الشق الثاني have you ever had a good idea تحكي يا إما yes I have yes I have or no I haven't نعم أنا كان في عندي خطة أو ممكن إنه ما كانش في عندي مثلا اللي هو فكرة جيدة فإنت هذا بدك تجاوبه for a new product ثم بعد ذلك بدك أنت تحكي عن الخطط الموجودة أمامك إذن هي عبارة عن أشياء وخدمات ننتقل الآن مباشرة إلى الشريحة الأخرى together ونشوف مع بعض هي عبارة عن صندوق مفردات ونشوف هذه المصطلحات read the words in the box نقرأ الكلمات الموجودة في هذا الصندوق which ones أي من هذه الكلمات are related to business مرتبطة بال اللي هو العمل أو إشي مثل product product معناها منتج service معناها خدمة هاي مرتبطة في البزنس في عندي customer زبون أو عميل كلها عبارة عن كلمات هاي عبارة عن words that are related to the word business يعني مرتبطة بالكلمة وبمجال العمل لذلك كلمة original معناها في البداية هي عبارة عن أصلي والشيء الأصلي هو شيء غير مكرر وغير قديم يعني مش إشي قديم يتكرر إشي مبتكر جديد original idea بقول لك والله this is an original idea يعني عبارة عن فكرة مبتكرة أصلية يعني مش يعني قديمة إنما product معناها منتج منتج ننتبه منتج يعني أنا بقول لك product شو المنتج؟ يعني هذا القلم عبارة عن product السيارة عبارة عن product اوكي نظام التكيف عبارة عن product التيفي عبارة عن product هاي بنسميها product service معناها خدمة خدمات يعني مثلا الاتصالات هي عبارة عن شركة خدمات أنت تخدمك مقابل أنك تدفع مصالح نسميها service ثم كلمة customer معناها زبون أو عميل زبون أو عميل الشخص اللي بيجي بيشتري أغراض أنا بنسميه customer ثم typical معناها مثالي أو نموذجي typical معناها مثالي أو نموذجي نشوف تعريفاتهم in English original هي عبارة عن completely new and different from anything that anyone has thought before يعني هو شيء مختلف تماما وجديد عن أي شيء شخص يعني ابتكره أو فكر فيه أي شخص من قبل هاي الفكرة منه product معناها منتج هي عبارة عن an object شيء made in order صنعه من أجل إيش to be sold حتى أنه يباع to people اللي البشر أو الناس ثم كلمة service ومعناها خدمة the act of serving people for money هي عبارة عن فعل خدمة الناس من أجل النقود إذن أنا ما بخدم الناس for free بالمجان إنما service هي عبارة عن تقديم الخدمات مقابل النقود ثم كلمة customer هو عبارة عن زابون أو عميل a person who buys goods هو الشخص الذي يشتري البضائع أو services أو الخدمات والبعالة في كلمة goods معناها هون بضائع وليست بمعنى good جيد goods معناها بضائع and services و typical معناها نموذجي أو مثالي having the usual features or qualities هو الحصول على الملامح والخصائص العامة أو العادية of a particular type بشيء معين of person or thing لشخص أو شيء معين إذن هذا بالنسبة لتعريفاتهم in English and the definition in Arabic also وفي اللغة العربية بعد المباشرة ننتقل إلى الفقرة الموجودة أمامنا هون هذه الفقرة عبارة عن listening content يعني محتوى سمعي محتوى سمعي بالإضافة إلا إحنا بدنا نفسرها So in exercise number three read and listen اقرأ واستمع to the text للنص If you want to be a successful business person طبعا business person معناها اللي هو إنسان بيهتم في الأعمال زي ما يقول لك business man رجل أعمال إنما هو حكى business person على أساس أنه ممكن يكون هذا person يا إممان أو ومن فهو جمعهم مع بعض في كلمة person بدل ما يحكي business man and women هو صواهم and general بشكل عام فإذا أردت أن تكون شخص من أشخاص الأعمال In the future في المستقبل What skills and qualities ما هي المهارات والخصائص والصفات Should you have يجب عليك أن تمتلكها إذا طلب مني تريد and then we're going to listen إذا إحنا بدنا نستمع بدنا نقرأ ونفسر بعدين إحنا بدنا نستمع لكل محتوى على حدة نبدأ الآن إن شاء الله تعالى في الموضوع الموجود عندي طبعا في عندي هون titles or عنوين or questions موجودة في التمرين في الصفحة المجاورة لذلك إحنا We inserted them directly إحنا نزلنا هاي العنوين بشكل مباشر حتى تكون أوضح للشرح Have you got something special هل تمتلك شيئا مميزا مش تمتلك شيئا مميزا المقصود فيها إنه إشي مادي لا إشي من الداخل في عندك طاقات في عندك أفكار إذا Have you got something special وأنا بعرف إنه كلمة special معناها مميز مميز أو ما بحكي هون شيء خاص بحكي شيء مميز Your business idea فكرتك تبعت العمل doesn't have to be original يعني مش مضطر إنها تكون إيش فكرة جديدة مستحدثة new المقصود في original معناها new مثل ما أخدناها يعني شيء أصلي أو كي أو جديد But it has to be different ولكن يجب أن تكون إيش مختلفة إذا فكرتك حتى تكون ناجحة مش شبط إنها تكون أصلية لازم تكون different from anything or everything else عن أي شيء آخر Make sure تأكد You offer something new تأكد إنك أنت تقدم كلمة offer معناها يقدم أو يعني بيعطي شيء إيش something new شيء جديد بالانتقال لبي Is there a market big enough for the product هل يوجد سوق كبير بما يكفي للمنتج الخاص بك فكلمة market معناها سوق Big enough يعني كبير بما فيه الكفاية for the product لهذا المنتج يعني إنت بدك تطرح فكرة أو منتج معين في السوق هل يوجد لديك سوق كافي كبير يكب ممكن إنه يحتوي هذه الفكرة Is your idea going to be popular with enough people هل سوف تكون فكرتك مشهورة مع ما يكفي من الناس فكلمة popular معناها مشهور مشهورة أو معروفة هل سوف تكون فكرتك مشهورة أو معروفة with enough people مع ناس كفاية will people feel that هل سوف يشعر الناس they need أنهم بحاجة أو بدهم يحتاجوا to get the product إنهم يحصلوا على هذا المنتج some market research بعض بحث لهذا السوق يعني بدك تسوي شوية بحث دي السوق will help you find out رح يساعدك إنك تكتشف هذه الأسئلة إذن كلمة research معناها بحث فإنت بدك تسوي بحث بهذا السوق حتى إنه يساعدك to discover to find out معناها يكتشف يكتشف إذن إنت بدك تكتشف كيف بدك تكتشف هاي الإجابات عن هاي الأسئلة كلها إنك تسوي market research بحث السوق بعد ما انتهينا من الشرح تعال الآن نسمع اللي إحنا حكيناها together مع بعضنا البعض طيب بحث المدخل جدا بحث التنمية بحث التجربة بحث مختلفة من كل شيء تكون أكثر من الأمر تقليل أن تنتمي شيء新 بحث التنمية هل تكون المدخل من الناس؟ هل تنظر أنهم يتعرضون أنهم يجب أن يجب إنهم المدخل بحث المدخل بحث المدخل السوق سيساعدك بحث التجربة حسنا بعد ما حلقنا هذه السوق هل تتعالى إلى السوق رح نكمل ما تبقى من هذا الدرس في البداية كما اعتدنا الآن بدنا نشرح بعدين إذا الآن بدنا نشرح بعدين بدنا نستمع مثل ما إحنا اتفقنا في هل هذه شروط حتى أنك تنجح في أي بزنس هذه أسئلة تطرح فهل السعر مناسب معناها سعر فهل السعر أنت طرحته يعني مناسب ستابل أو جيد هاي نصائح كلها تيبس بيقول لك إذا كان المنتج تبعك أو الخدمة كوستس معناها تكلف 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 نقودا الكثير من النقود يعني أنا بدنا نشتري منك شغلة بتكلف كثير أكيد زباينك مش هيشتريها يعني مش هيشتروا هاي السيرفس الخدمة talk to your future customers اتكلم مع الزبائن تبعونك المستقبليين فكلمة talk كفعل معناها تكلم أو تحدث تحدث أوكي مع مين دا تتحدث مع مع الزبائن المستقبليين ليش to find out حتى إنك تكتشف وكلمة find out هالي ما نسميها اللي هي phrasal verb اللي هو الفعل المركب من فعل زائد حرف جر معناها يكتشف أو يجد يعني أنت بدك تكتشف وتوصل لنتيجة whether your price is affordable إذا كان السعر اللي انت حاطه لهذا المنتج قادرين إنهم إيش يشتروا أو قادرين إنهم يأمنوا affordable يعني قادر أو قابل للتأمين بيقدروا إنهم يأمنوا هذا المبلغ من النقود مقابل هاي الخدمة affordable هل هذا متاح متاح إليهم يعني بيقدروا إنهم يشتروا ثم بعد ذلك السؤال الذي يطرح في D who will your customers be من سوف يكونون زبائنك أو عملائك مين اللي بده يجي يشتري منك شو هي الطبقة شو هم الناس شو الفئة العمرية اللي رح يجي يشتروا منك who are your typical customers من هم زبائنك المثاليين مثاليين وهي زبائن إذن هاي أسئلة تطرح what will they value in your product or service شو رح تكون تقييمهم لخدمتك أو منتجاتك what will they value value معنى هي يقيم يقيم كيف رح يقيموا المنتج product or service اللي هي الخدمة find out لازم تحاول إنك تكتشف as much as you can قدر ما تستطيع من هذه الإجابات لازم تحصل عليها about your future customers عن زبائنك المستقبليين تعال الآن نسمع اللي إحنا شرحناه مع بعض if your product or service costs too much your customers won't buy it talk to your future customers to find out whether your price is affordable who are your typical customers who are your typical customers what will they value in your product or service find out as much as you can about your future customers good job after we've listened to this piece of listening content بعد ما استمعنا لهذا الجزء من المحتوى السمع now let's move to the next slide in order to explain the content and listen after explanation إذن تعال الآن ننتقل مباشرة إلى الجزء الآخر والأخير من درسنا في هذه الجلسة حتى نفسرها وبعد ذلك نستمع إلى ما تبقى وننتهي من حزتنا بإذن الله تعال إذن فيها البداية في هل تستطيع أنك أنت تبدأ عمل أو مشروعك الجديد البزنس تبعتك وكلمة أفورد معناها اللي هو هل تستطيع أن تتحمل نفقات كلمة أفورد اللي هو تحمل نفقات نفقات إيش المشروع أو مشروع البزنس آيديا إذن ننتبه على هذا الشيء هل تستطيع أن تتحمل نفقات بداية مشروعك أو عملك أو البزنس تبعك How much will it cost كلمة كوست معناها تكلف مثل ما كتبناها مسبقا كلمة كوست معناها تكلف هاي الفكرة To produce your idea حتى إنك تصنع فكرتك وproduce معناها يصنع أو ينتج هذه الفكرة When you work out your cost لما أنت تحسب كلمة work out معناها يحسب لما أنت تحسب الكوست التكاليف Don't forget ما تنسى فكلمة forget كفعل معناها ينسى ما بدي إياك تنسى أوكي About factory costs ما بديش أتنسى اللي هي تكاليف المصنع فكلمة factory معناها مصنع وكوست معناها تكاليف إذن ما بدينا ننسى لا تكاليف المصنع ولا السالاريز اللي هي رواتب رواتب الناس اللي بيشتغلوا عندك office equipment معدات المكاتب إلى آخره فكلمة equipment معناها معدات وهذه الكلمة uncountable غير معدود لا تجمع نهائيا بحرف الـ S أكبر خطأ تحكي equipment غلط إحنا بنحكي equipment وخلص إذن هي uncountable لا تجمع إذن هون هذه الأسئلة لازم أنك تعرف التكاليف الشامل إلى الـ New Business Idea من رواتب عمال من تكاليف مصنع من تجهيزات المكاتب والمعدات كلها لازم تحسبها ثم في F هذا السؤال أيضا يطرح حتى أنك تعرف إذا أنت رح تنجح إذا أنت بدك تنجح الفكرة عمل جديد تبعتك أو لا لازم تسأل نفسك هذه الأسئلة هل تمتلك الخبرة كلمة experience معناها خبرة هل تمتلك الخبرة الصحيحة أو المناسبة أو المهارات المناسبة لهذه العمل الجديد حتى أفضل أفكار الجديدة أو الأفضل أفكار العمل لن تنجح إذا لم تكن تمتلك المهارات وكلمة ambition معناها طموح لازم يكون في عندك لازم يكون في عندك التجربة والخبرة الصحيحة كلمة succeed معناها ينجح متى رح ينجح الشخص في عمله؟ رح ينجح الشخص في عمله رح ينجح الشخص في عمله إذا كنت ترغب بذلك إذا النجاحك مرهون في إرادتك وفي تحقيق هذه الشروط في آخر جزء هل سوف تنمو اللي هي مصلحة كلمة كلمة гром عنها ينمو أو يزداد فهل سوف ينمو العمل الخاص بك ويزداد وينجح؟ هل تستطيع أن تبني فكرتك في المستقبل بإضافة منتجات جديدة فكلمة adding معناها إضافة اللي هي منتجات منتجات جديدة إذا لازم أنت تطور المصلحة تبعتك والعمل الجديد بإنك تضيف أو خدمات جديدة أنك تدخل مساحات جديدة وكلمة إرياز معناها مناطق أنك تدخل في مناطق ومساحات جديدة أو تحسين كلمة معناها تطوير أو تحسين التصميم الأصلي كلمة معناها تصميم اللي هو الأصلي إذن هذا كله سؤال كان يطرح في النهاية على أنك كيف تكون شخص عمل ناجح في المستقبل لازم تشتغل على هذه المحاور كلها الآن دعونا نستمع بعد أن نتهينا من هذا الشرح كاملا إذا أردتك هل تستمع بإنك تشتغل على هذه المحاور كلها بإمكانك تشتغل على نهاية المنزل أو مستقبل وإنك تشتغل على أجل المنزل أو تحسين أو تحسين التصميم الأصلي جيداً لذا بعد أن نستمع هذا المحاور بعد أن نستمع هذا النص جئنا لنهاية هذه الجلسة وهذا الدرس لقد قمت بها وقد قمت بإمكانك تشتغل على الأساس أتمنى أن تصل إلى الأقل ونرى أكثر من أجل أردتك أردتك لاحظ كل دروس المادة موجودة على بطاقات وحقائي بأساس تواصل معنا 0799 79 78 80